طبعاً ماتش بكرة لابد يبقى فيه اختراقات من الأطراف تزديد من الخارج مندفع من الخلف مفيش حاجة ان انا ألعب برسين حربة رسين حربة صعبة جداً في وسط الكسافة ديت الحاجة التانية واللي بتمنها ان احنا لما نوصل على الأطراف ما تتعاملش الكرة عليها تتعامل الكرة على الأرض مع الكسافة العددية ومع الرجلين الكتيرة بتبقى في المنتقى الخطورة حتى لو ما راحتش الزميني المدافع بيبقى في حالة توطر غير طبعية يعني اللي بيلعب باكريت او باكليفت من عندنا ومجرد ان احنا بنعمل الاختراقات ومجرد ان الكرة وصلنا للتلت الأخراني الكرة بتتلاعب على الأرض بتبقى في منتهى الخطورة سواء جوة 6 يارضا او على بره 18 التزديد مهم جداً شفنا قد ايه عمر السلية جايب جون رائع والتزديد من بره تدينا نشتغل على التزديد من الخارج ودي برضو من الحاجات الجيدة جداً إراية ماتش بكرة الماتش فيه خروج وبالتالي هيبقى فيه حذر من سموح وانا عايزة اسأل حريك بقى كابتن ايه الفارق ما بين مباراة النهار بكرة ان شاء الله ومباراة الشهر اللي فات او من 3 اسابيع اللي كانت في الدوري لانه انت في مباراة الدوري انتهت المباراة بالتعادل بكرة لن تنتهي المباراة بالتعادل واحد من الفارقين هيكسب فايه الفارق يعني كولر شاف السموحة وشاف طريقة لعبه على الجانب الاخر كابتن طارق العشرة اكيد مليون في المئة دارس النادي الاهلي ودارسه كويس يعني ايه اللي ممكن يحصل بكرة الطارق مش هيغير لانه كابتن طارق مش هيغير لا لازق طريقته وعارف امكانيات لعبه فعمل كسافة جوة 18 التلت الاخراني قدام المرمة بقافل الاطراف وقافل العمق وبيلعب على المرتدة عن طريق اعتقد ان بكرة برضو هيخلي لان علي معلول ورقة ربحة في عملية الهجمات بتاعتنا فيحطه له واحد بسريع بحيث ان الكرة مجرد مرتدة تتلعب من وراء علي طبعا كولر في الوقت ده لابد يبقى مقام من الحتة دي كويس لما علي يزيد لابد يحد في نص الملعب يبقى رايح على الطرف كنت متمنى انه بقرة نلعب 4-3-3 4-3-3 لان انت هتبقى الكسافة في وسط الملعب مع التأمين 4-3-3 البعض بينظر ليه انا اسف ان انا اطلت احداك ولكن البعض بينظر ليه انها طريقة دفاعية اكتر منها هجومية عكس ليه بقى كابتن انت عندك اربعة مدفعية 3-3 نص الملعب مسلس مقلوب اه يعني واحد واثنين قدامه ايه يعني لغانا مثلا حمدي فتحي عمر السلية ديانك يبقى حمدي هو اللي قدام السردباكين حمدي فتحي هيبقى هو قدام السردباكين على الطرف عمر السلية بالمناسبة بيقولوا ان فيه شد خفيف كده بس هذا الامر لم يتم الاعلان عنه حتى الان ولكن احنا سمعين بس اخبار بنحاول نتأكد من هذه الامور ونبلغ حضراتكم طبعا يريت حتى لو مش متعور يريحه بكرة عشان ماكش يوم السبت لان انت في وسط الملعب محتاج جهد محتاج رقابة على الاطراف البتوعك لما بيزيده فالمسلس المقلوب هيبقى فيه حمدي فتحي وفيه ديانج وفيه اي حد هيبقى موجود اذا كان مروان عطية ممكن جدا يبقى في الحتة ديه ممكن يعني يبقى بمروان هيبقى دايما ديانج في الهجمات بياخد الكرة زي ما عمل في الماتش بيراميدز اعتقد لما زاد بيراميدز اعتقد لما زاد ورقص وراح انا مش فكر الماتش اللي جون كتير اه الحمد لله اه انه هو يعمل لباسه او تمريره او اه لكن اللي هيبقى مندفع من الخلف دي اللي هتبقى تفاجئ الفرق اللي هي بتقدي بالشكل ده الحاجة التانية عملية التزديد وعملية المندفع من الخلف وعملية الاطراف دي كلها اه اعتقد هتبقى اوراق ربحة جدا مع التأمين